العمل على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لم ينفد من جعبة الإطار التنسقي المتصدر لتشكيلها حتى الآن ولم تنفد كذلك أوراق الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في طريق المفاوضات المستمرة بين الطرفين للوصول إلى حل لأزمة الاتفاق على مرشح منصب رئيس الجمهورية وما بين الإطار والكرد أيام قليلة ألمحت لها مصادر إطارية بمهلة الأسبوع لوصول الحزبين الكرديين إلى حل مرحلة اختيار رئيس الجمهورية الشرط الأساسي لتشكيل الحكومة العراقية وفق الدستور الأبواب الخلفية والحراك التفاوضي لم يتوقف بين الكرد لكنه لم يأتي بنتيجة إثر تمسك كل قطب كردي بمرشحه الوحيد وفيما إذا كان صحيحا أن الإطار يمنح مهلته فربما تطرح سيناريوهات الوقت البعيد عن تشكيل الحكومة ورغم أن الإطار يواجه اختلافا مع التيار الصدري الذي يرفض شكل ومضمون حكومة السوداني إلا أنه يحاول بشق الطريق من أربيل إلى بغداد لتحقيق الشرط الدستوري والمضي في عقد جلسة برلمانية تنهي خلاف أربيل وتقترب أكثر من تقديم الحكومة كابنتها الوزارية السيناريو الآخر والأكثر حضورا لاستمرار تأزم قطبي المعادلة الكردية هو الذهاب إلى السيناريو 2018 وهو ما طرحه مقربون من المشهد السياسي في كردستان نظرا لمفاوضات تجري حول شروط الوصول إلى تفاهمات سياسية من بينها مسألة الاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية وهو الذي لم يحصل على الرغم من عقد أكثر من خمسة لقاءات بينهما خلال الشهر الماضي سيناريو 2018 الذي يعود فيه قرار التصويت على رئيس الجمهورية في حال لم تتوصل الأحزاب الكردية لاتفاق أي أن جلسة خاصة بانتخاب الرئيس يبقى حسمها بيد النواب الحاضرين في ذلك الحين إذن يحتاج الإطار إلى إنجاح مبادرته في حل أزمة الخلاف الكردي الكردي ومن ثم مواجهة معارضة التيار الصدري لصناعة حكومته إلى ذلك الحين تنتظر بغداد ما ستحمله الأيام المقبلة ولو أن ما تحمله بحسب المقربين من الطاولة السياسية لا يبشر بتشكيل قريب للحكومة المنتظرة منذ ما يقارب العام ترجمة نانسي قنقر